اختتم مركز مساوى الحقوقي ورشاته الصيفية بمشاركة أكثر من أربعين مشاركاً من كافة المناطق في البلاد ويهدف مركز مساوى على سقل الهوية الوطنية للطلاب وغرس قيم التعايش والتسامح فيهم للأسف اليوم المؤسسات الحكومية مثل المدارس ومؤسسات الأكاديمية ما بتشتغل على الأطفال والشباب على توعيتهم من ناحية ثقافية فاليوم الشباب تبعد ثقافياً واجتماعياً وسياسياً عن هاي الساحات فمهم جداً يشتركوا بهالورشات حتى يعرفوا شو بيدور بالبلاد اللي حواليهم يعرفوا شو بيدورهم سياسياً ويتعرفوا على الأساليب والطرق حتى يبنوا مشاريعهم كانت اليوم ورشات الشبابية من عمر 14 لعمر 18 كانت تحتوي على ورشات علم نفس ورشات تصوير وأيضاً أذهب للكناسة كمان السفارة الكندية وجولات في القدس ويافا وتعرف أيضاً على المجموعات الشبابية في القدس وأيضاً فييافا عطلة الصيف هي الفرصة المثلة للاستثمار بالجيل الناشئ فساعات الفراغ لدى الطلاب إن لم تستغل بالشكل الصحيح قد يلجأ البعض منهم إلى تبني سلوك سلبي خاصة في ظل غياب المؤسسات الرسمية الحاضنة للأطفال وأبناء الشبيبة في البلدات العربية طوال العطلة الصيفية استفدت كثير شغلات بالذات عن وطني وهذا المخيم خلانا ننكشف عن كثير شغلات اللي إحنا كشباب لازم ننكشف عليها عشان نكون واعيين ونقدر نناقش المواضيع اللي كتير مهمة بين كل الفئات العمرية كتير مخيمات ورحتهم بس ولا مرة شفت مخيمة اللي بيدعم وبعطي معلومات ونصاح وبكوش شخصية زي ما هون شفت أخذت شغلات عن القضايا الوطنية اللي هي بشوفهاش ولا بأي محال قدش جربت ورشات واشتركت بحكوش عن هاي الشغلات تقريبا أو بتعمقوش بالإشي زي ما تعمقوهوا بالنسبة للورشات أنا بشوفها عن جد ورشات كتير مهمة بحياة كل شاب وصبية بهذا العمر لأنه ورشات اللي بتوعيك أكتر على كتير تفاصيل المجتمعنا اللي إحنا مش كتير واعيين عليها بتوعيك على شغلات اللي لازم كل شاب وصبية يعرف هاي المعلومات لأنه إحنا مش كتير مسلطين الضوء على هذا الشغلات بمجتمعنا وبوطننا كمان في الوقت الذي تشتهد فيه المؤسسات الإسرائيلية على أسرالة الهوية السياسية والفكرية للأجيال الناشئة تنطلق الأحزاب العربية ومؤسسات المجتمع المدني لمبادرات صيفية هادفة وبينها المخيمات الصيفية التي تعمل على تنمية الهوية الوطنية وصقل الوعي السياسي وتجذير انتمائهم للغة والهوية الوطنية ترجمة نانسي قنقر